بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتق بكم في الحلقة السابعة من برنامج الإعجاز العلم والهندسي في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة السابقة مهمة جدا 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 وهي رحلة الصيغة أو الصلاة الإبراهيمية بين جبريل ورسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم وكنا أنها 16 صيغة صحيحة انتقيناها من 63 صيغة هنرفع أمامكم لكي نذكركم ولكن مهم جدا أن ترجعوا إلى الحلقة أو السادسة حتى تتذكروا ما في هذا الحل أمامكم الآن تسع صيغ من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتم تخريج هذه الأحاديث وذكر أسانتها وكلها أحاديث نبوية صحية هذه الأحاديث جبريل عليه السلام قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم المعراج ولكن على فترة وفي الصورة الثانية تكملت الصيغة 16 وأمامكم في الصورة الثانية حوالي سبع صيغة هم كانوا السمانية عشرة ولكن الصورة السابعة ودهناها مقررة والصورة الخامسة عشرة كانت تقول اللهم ترحم على محمد وارحم محمدا فليسح أن تكون صيغة بهذه الوقت لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وكيف يقول الله سبحانه وتعالى له وإنك لعلى خلق عظيم ونقول اللهم ارحم محمدا هذا اللفظ من وراءه أن الذي يرحم يكون مزنق ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزع عن هذه الأشياء ولذلك العلماء أجمعوا جميعا أن هذا الصغة باطلة ومجذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا وقعت بينكم فلابد وأن تترفعوا عنها حلقة اليوم سوف نذكر الطاقة الإيمانية في الصلاة الإبراهيمية وهذه تحتاج منكم جهد جهيد لأن الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد وأن يضحي بنفسه يعني يصبر العلم محتاق صبر وهذا الصغة مكسنا فيها حوالي عشرون يوما نبحث فيها لذلك الحلقات لا تكون بسرعة لأننا لا نقول كما تقول القنوات أي كلام ولكننا نعمل أبحاث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر وعلى الصراط إن شاء الله وعلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكون معه على أبواب الجنة اللهم اجعلنا وإياكم وكل الذين يصبرون ويستمعون هذه الحلقات من أهل الجنة وأن لا يكتب الله لنا ديوانا ولا ينصب لنا ميزانا انظروا إلى هذه الصورة الثالثة سوف نرفعها لكم ولكن أرجو أن تنتبهوا الذي بجواره أحد لا يتحدث معه مطلقا لأنه نبدأ في أشياء بتحتاج لقدرات عقلية عليا من المشاهدين ليس أي مشاهد يشاهد هذا المشاهد الذي تعود على الدجل وعلى الصحرة وعلى المشعوذين ليس له علاقة بهذا الذي مقوله أبدا والذي همه وديعته وطلبه فقط لا يستفيه لماذا؟ لأن لابد أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك في قلبك أو قلبك أو قلوبك أو قلوبك من شاء الله الطاقة الإيمانية في الصير الإبراهيمية خلي بالكم أنتم عندكم وأمانكم 16 صيغة 16 صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم العجيب والغريب أن الحروف الأبجارية 28 حرف فيه 8 حروف لم توجد في 16 صيغة أبدا حرف الثة لم يوجد في أي صيغة من صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحرف الخاء لم يوجد في أي صيغة من صيغ الصلاة على الزب ونقصد بها الصيغة الإبراهيمية وحرف الشين لم يوجد في أي صيغة من هذا الصيغة وحرف الضاب لم يوجد في أي صيغة حرف الطاء وحرف الضاء وحرف الغين وحرف القاف كل هذه الحروف الثمانية محزور أن تأتي في صيغة الإبراهيم ولما كنا نشوف هذه الحروف فيه قبل الإسلام كان العرب وكان العلماء اليونان يقسمون الحروف إلى أربعة أبسار قسم اسمها حروف نارية وتكون قوية جدا وقسم اسمها حروف مائية لكي تهجئ من النار وقسمه يسمى حروف ترابية وقسمه يسمى حروف هوائية والهوائية تسير الأكربة يعني العكس الهوائية بدو قوة ترابي لأنها بصور الغبار أما المائية تهجئ من النار لولتان المائية تهجئ من النار ولكن الهوائية تقوم من الترابية هذا حروف أمامك عندك كم حرف ترابي ثلاث وعندك كم حرف مائي واحد وعندك كم حرف هوائي اتنين وعندك كم حرف ناري اتنين المفروض لما يكون عندي اتنين ناري يكون فيه اتنين مائي على أساس يهجمونهم لأن هناك واحد مائي وما يكون عندي ثلاثة ترابي يبقى عندي ثلاثة هواء عندي اتنين فقط يعني فيه اختلاق فلذلك هذه الحروف لها طاقات إيمانية منخفضة عند النطق بها في الصلاة على النبي السبع سبب يعني الإنسان يكون متضايق ونفسه مش منضايق ومذاجه الشخصي بيكون مش كويت مش تمام هذه الحروف لها أسرار سوف نعرفها ونعرف طاقتها وكيف يمكن حساب طاقة هذا الضوء شوف بقى عندك الحروف الأبجادية اللي موجودة فوس ألف وباق وتاق حرف الساق عمود طاول غير موجود والخاق والشين والضاد والضاق والزاق والغين والفاق والقاف كل الحروف دي غير موجودة في حرف الفا موجود فيه بصغة الفا اتنين بس وحرف السين موجود في اتنين لذلك دية ايه سيارة ضعيفة وهنستبعدها في الآخر خلي بالكم دولف كان في الستاشر سر تعالوا بقى نحز في الأعمدة اللي هي فيها الحروف الغير موجودة خاص عن شولي هقول ليه هتلاقي ايه في الصورة اللي ترفع عمدت ايه الصورة التانية تلاقي عندك شرح على اليمين وعلى اليسار وفي الاسفل خلي بالك لما حزفنا الحروف انك لا تأتي في جميع الصيغة الابراهيمية وجدنا حاجتين خلي بالك منهم الصيغة الاولى والتمنى والتسعة والعشرة والسابعة عشر والسالسة عشر موجودة في الوسط باللون الاسفر ايه هذه الصيغة فيها حرف الذال والزال الذال والزال الحرفين دول جايين ليه لأن دية صيغة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وزريته كان صيغة خمس وهم الوحيدين من كل الصيغة السبتاشر اللي فيهم حرف الذال والزال والباقي ما فيش فيه اللي باقي وعندك سبتين تانيين اللي هي التاسعة والسالسة عشر في حرف الفا فا يعني ايه؟ لأن ما نقول في العالمين لفظ العالمين جاء بسغتين حرف الفا لم يأتي إلا مرتين والعالمين جاءت بسغتين طيب حرف السين جي في اتنين في الحادية عشر والثانية عشر ودية أضعف الصيغة السغع الحداشر والاثناشر فهو حرف السين بس لا تحتوي على حرف الجين ولا النون وهنا عملون لهم تظليلهم في السفتين دول ليه؟ لأنهم لا يحتويان لا على تمجيج الله ولا على تحميج الله يعني ليس فيهما إنك حميد مجيد طبعاً صيغ ليس فيها تمجيج لله اعرف أن الصيغ ديت هنقول ضعيفة هي ضعيفة في الطاقة الإيمانية ولكن هي صحيحة في أنها جاءت عن رسول الله وحدي يقول لي كيف كيف ليس فيها تمجيج ولا تحميد لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها هذه كل حاجة من حاجات جولاً لها حلقة الوحيدة يعني أزواج الناب صلى الله عليه وسلم لها حلقة وفيها حلقة للي فها حرف السين وفيها حرقة للي فها حرف الفاء اللي هي العالمية يعني كم حلقة؟ ثلاث حلقات ولكن إحنا بنعمل إيه؟ بنشوف الحروف الأدجادية المشتركة والغير مشتركة في الصلاة الإبرانية على أساس ما تفكرش أن أنت هتتعبد كده أي كلام لابد تتعبد على علم وإحنا كل السيغ الستاشر رولاً في الحلقة الماضية وجدنا أنهم يرسمون لفظ الغلالة الله ولكن كل وحدة لها طاقة طاقة يعني إيه؟ يعني فيه وحدة بتكون سريعة في استجابة الدعاء وفيه وحدة بتكون سريعة في الشفاء وفيه وحدة بتكون بتؤدي إلى هجوء نفسي وطمأنينة وعلاج نفسي يعني كل وحدة لها صفاء طب إحنا هنعمل إيه؟ وهنختار إيه؟ بل سبتاشر رولاً أقول لك طب تعالى نشيل الحاجات اللي هي مشتركة في حروف صغيرة يعني إيه؟ يعني صيغة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في خمس إيه؟ في خمس صيغة أزواج وزرية النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في خمس تعالى نشيلهم وهنشيل اللي اتنين اللي فهم حرف السين وهنشيل اللي اتنين اللي فهم حرف الفا هيخلع إيه؟ شوفي الشكل اللي هعرف عاولك الوقتين آه انت عارف الصيغة الستاشر سوفوا على كام؟ على تمانين خلي بالكم الطاقات الإيمانية في الصيغة الإبراهيمية في الورقة ديك الورقة الأخيرة خلي بالكم من الورقة الأخيرة دي لها حلقة الوحيدة ولكن هقولك على حال عدي معايا كده الصيغة التانية والتالتة والربعة والخمسة والسادسة والرابعة عشر والسالسة عشر والثامنة عشر تقولي الصيغة دي فيه؟ الصيغة دي في الحلقة اللي فات موجودة واحدة واحدة مشروح وفين ثاني وأول ما بدأنا الحلقة رفع عمالك الصيغة بس لو استحسن ترجع للحلقة الثانسة وتشوفها كام صيغة؟ تماني تاب شوفوا الحروف كده ألف با تا جيم حا جال را ري صاد عين كاف لم نون ه واو عد الحروف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسة عشر احداشة اتناشر تلاتاشر بعدتاشر بعدتاشر خمساشر ستة عشر احفظ الرقم دي العملية قالبتها هي بقى في ستاشر حرف وتمان صيغة يعني نقدر نقول ايه سؤال واحد يسأل زمير ما هي الحروف التي توجد في جميع الصيغة الإبراهيمية مشترك بالكل ستاشر حرف الستاشر حرف الموجودين فين؟ في ثمان صيغ الثمان صيغ دولهم أقوى ثمان صيغ في الطاقة الإيمانية وردت على الرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى ثمانية طبعا انت هتشوف حاجات غريبة جد لما احنا هنجمع المغموع بتاع حرف الألف وحرف البق وحرف التاق هنطلع من المغموع الطاقة الإيمانية ولما تيجي في الصف الأفقي هنطلع من الصفق أقوى صيغة من الصيغة هنرتبهم من حيث الكوة والضعف الكوة والضعف من الصحة ولا من الإسناد لا ما منين من الطاقة الإيمانية لأنها كلها صحيحة يعني فيه صحيح وفيه قوي مثل فيه جعاء قوي وفيه جعاء ضعيف وأحيانا قوة الجعاء وضعفه يرجع إلى يقينك أنت ممكن إنسان يكون قوي والدعاء بسيط جدا الله يتقبل ممكن إنسان ضعيف والدعاء قوي جدا الله لا يتقبل يبقى إذن إيمانك هو الذي يحدد عليك نلتقي بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة